السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خلال أمسية اليوم إن شاء الله ننتظر أمطهر على شكل زخات أرعدية على مناطق الجنوب الغربي كذلك المرتفعة والإضافة لتلتحق خلال الليل على الواجهة الساحلة الوسطى وكذلك الشرقية هناك تنبيه على كل المناطق الداخلية وكذلك مناطق الجنوب الغربي ساري المفعول أما فيما يخص خلال يوم الغد مصلحة الأرصاد الجوية ترتقي بنسبة رطوبة عالية خلال الصباحة على الواجهة الساحلية الغربي وكذلك الوسطى لتصبح الأجواء غائمة تقريبا على جول المناطق الشمالية ستزداد كثفة خلال أمسية الغد إن شاء الله على مرتفعات والهضاء باحتمال بعض الزخات من المطر أحيانا تكون معتبرة خاصة على المناطق الداخلية الوسطى وكذلك الغربية الأمطار ستلتحق واخر النهار على منطقة الصورة خلال هذه الليلة وخاصة صباحة الغد مقاييس ما بين 12 إلى 21 درجة المناطق الشمالية 20 درجة البسكرى المغير تقورت بشار 8 رأسات وجانت من 20 درجة الأقصى الجنود أما خلال ظهيرة الغد درجة الحرق وسوى تبقى في استقرار تطاروح ما بين 26 إلى 30 درجة الوجهة الساحلية 21 درجة للجلفة إلى 20 درجة للمشيرين عامة والبيض ننتظر 13 درجة على جانت و30 درجة على الثامن راسات 39 درجة على الصحراء الوسطى 40 درجة على أقصى الجنود بما البحث خلال اليوم الغد يبقى هادئ وجميل تقريبا على طول الشارط الساحلية حتى رياح ضعيفة لن تتعدى إلى 20 كم في الساعة والبقية تقول إن شاء الله خلال اليوم الثلاثة دائما أمطار رعدية ستخص تقريبا جل المرتفعات والهضاب ستزدد غزارة واخر النهار على المناطق الداخلية الوسطى وكذلك الغربية أجواء مغشات على السواحل لتلتحق الأمطار خلال الليل على كل هذه المناطق أجواء مستقرة على الجنوب خلال يوم الأربعة الأمطار ستخص تقريبا جل المناطق الشمالية خاصة السواحل الوسطى والمرتفعات والهضاب ستزدد غزارة على المرتفعات الداخلية الوسطى والغربية الأمطار ستلتحق على الصحراء الوسطى كذلك مناطق الجنوب الغربي خلال يوم الخامس إن شاء الله دائما اضطراب جوي سيكون نشيط الفعالية تقريبا على جل المناطق الشمالية أمطار على شكل زخاة رعدية ستخص المرتفعات والهضاب خاصة الوسطى والغربية حتى على الوجه السحي للوسطى الأمطار الأخير النهار ستخص كذلك منطقات الوحاد درجات الحرارة تتراوح ما بين العشرين إلى غاية 28 درجة الوجهة الشمالية وما بين 28 إلى غاية 40 درجة المناطق الجنوبية